موسيقى من تلفزيون النهار نقدم لكم النشر الدولياء وهذه أبرز العنوين حزب الله يعلن عن اغتيال أحد قادته في العاصمة بيروت ويتهم إسرائيل بالوقوف وراء العملية اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من باماكو والجهات الأمنية ترجح أن تكون جنود من القبعات الحمراء موسيقى هدنة بين المحتجين والحكومة التيلندية بمناسبة عيد ميلاد الملك موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن حزب الله في بيان له الأربعاء عن تعرض أحد قادة المقاومة الإسلامية حسان هولو اللقيس لعملية اغتيال أمام منزله ببيروت مساء الثلاثاء وهو عائد من عمله وأشار البيان إلى أن الاتهام المباشر يتجه إلى العدو الإسرائيلي الذي حاول عدة مرات نيل من حسان اللقيس وفي أكثر من منطقة وتجدر الإشارة أنه قتل بالرصاص أمام منزله نبقى مع حزب الله حيث اتهم أمينه العام حسن نصر الله المخابرات السعودية بالوقوف وراء التفجير الذي وقع أمام السفارة الإيرانية في بيروت الشهر الماضي وقال نصر الله في تصريحاته أن جماعة كتائب عبدالله عزام التي تبنت عملية تفجير السفارة الإيرانية هي في الأساس تحت إدارة المخابرات السعودية وفي الشأن السوري أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن بشار الأساد سيبقى رئيساً وسيقود المرحلة الانتقالية في حال توصلي إلى اتفاق خلال مؤتمر جينيف 2 في الشأن السوري دائماً أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أن خبراء الأمم المتحدة ومنظمة نزع السلاح الكيمائي أعطت موافقتهم لاستخدام مرفأ اللاذقية وذلك بعد زيارتهم له لترحيل المواد السامة من البلاد بغية تدميرها فيما بعد يصل وزير الخارجي الأمريكي جون كيري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم للالتقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبحث عملية التسوية مع الإسرائيليين ليلتقي بعدها برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامي ناتينياهو لتباحث حول الاتفاق النووي الإيراني أعلن ناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر في تصريح صحفي أن رئاسة الجمهورية تدفع بالحوار الوطني تفادياً لسيادة العنف في البلاد وتعثر الحوار في المصار التأسيسي مشيراً إلى أن الرئيس المرزوجي يسعى لإقناع قيادة حزبه بقبول نتائج الحوار الوطني أعلنت مصادر قضائية وأمنية مالية اليوم الأربعاء العثور على مقبرة جماعية قرب باماكو تحتوي على 21 جثة عائدة على الأرجح لعناصر من القبعات الحمر وهم جنود مقربون من الرئيس أمادو تومانيثولي الذي أطيح به في مارس 2012 أطلقت الأمم المتحدة رسمياً في إقليم كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية أول طائرة بدون طيار لم تستخدمها بعثة تابعة للأمم المتحدة من قبل ومن المفترض أن تسمح هذه الطائرات غير المسلحة والمخصصة فقط للاستكشاف أن تسمح لقوات حفظ السلام بمراقبة إقليم شمال كيفو أين تنتشر العشرات من الجماعات المسلحة التي تعد مهمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقضاء عليها إلى الشأن الإيراني حيث عارض البيت الأبيض الثلاثاء توجهاً جديداً من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه يعارض قيام بعض النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحرك لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة على مدى شهور وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إلى بيكين المحطة الأكثر دقة في جولته الأسيوية وسط تصاعد التوتر الناتج عن منطقة الدفاع الجوي التي أقامتها الصين مؤخراً فوق جزر متنازع عليها مع اليابان في الوقت الذي حدرت فيه مصادر إعلامية من أن دعم بايدن لليابان سيقوض مصداقيته في الصين مشيرة إلى أنه بالرغم من محاولة واشنطن تقديم نفسها بصورة وسيط المحايد من الواضح أنها إن حازت لليابان مشددة عليه أن لا يتوقع أي تقدم جوهري إن كان يأتي فقط لتكرار ملاحظات حكومته السابقة الخاطئة والمنحزة بدأ معارضو الحكومة التايلندية حملة نظافة واسعة في شوارع العاصمة بانكوك في مؤشر على هدنة قصيرة قد تسود البلاد بعد الاحتجاجات الأخيرة وذلك بمناسبة العيد السادس والثمانون لميلاد الملك الذي يحظى باحترام كبير بين التايلنديين اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيخوان سانتوس الرئيس الكولمبي في واشنطن حيث ثمن مجهودات هذا الأخير في إحلال السلم في كولومبيا ووصفها بشجاعة بعد أن فتح سانتوس باب المفاوضات مع حركة فارك المسلحة لقد هنأت الرئيس سانتوس على مجهوداته الجبارة وشجاعة في مفاوضاته مع الفارك لتوصل لسلم دائم في كولومبيا النزاع دام عدة سنوات الأمر ليس سهلا هناك عدة تحديات يجب القيام بها لكن برأيي قيامه بهذه الخطوة أمر جيد اتهم حزب الأقاليم الحاكم في أوكرانيا الذي يترأسه الرئيس الأوكراني فيكتور ياركوفيش اتهم المعارضة بالسعي لاستخدام القوة بهدف الاستيلاء على السلطة في البلاد وجاء في بيان أصدره الحزب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن الأحداث الدراماتيكية خلال الأيام الماضية أظهرت بوضوح النواية الإجرامية للقوى المعارضة ورغبتها في الانقلاب على الحكم وذكر الحزب في البيان أن المتطرفين المعارضين سبق وأن استولوا على عدد من المباني الحكومية في العاصمة كييف تحسبا لترأس الاتحاد الأوروبي خصصة اليونان قالت عنها أنها ستكون منخفضة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تقرير محمد سعدوي تتحضر اليونان لرئاسة الاتحاد الأوروبي للمرأة الخامسة في تاريخها مطلع 2014 لفترة يتم فيها انعقاد عديد الاجتماعات 14 منها وزارية و120 ثانوية رئاسة الاتحاد الأوروبي تتطلب ميزانية كبيرة وليونان لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية التي أصابتها مطلع 2010 بما جعلها تخصص ميزانية منخفضة جدا بالمقارنة مع البلدان التي ترأست الاتحاد من قبل لقد أخذنا بعين الاعتبار وبشكل شامل الإطار المالي الخاص الذي نعمل به سوف تكون لنا أصغر ميزانية لرئاسة مقارنة برئاسات في البلدان الأخرى خلال السنوات الأخيرة نأمل ونتمنى أن يكون باستطاعتنا إعادة تمويل جزء من هذه الميزانية لذلك ستكون لدينا رئاسة أكثر تقشفة الاتحاد الأوروبي أبدى امتعاضه من السياسة الاقتصادية التي يسير بها اليونانيون اليونانيون كانوا أكثر حبا لأوروبا أكثر احتراما تجاه الاتحاد الأوروبي لكن كل ذلك تغير نمكنني أن أقول أن الاتحاد الأوروبي أصبح ذريعة هنا لأنها تتهم بكونها مسؤولة عن كل صعوبات وبالتالي فإن اليونانيون أصبحوا متشكيكين في أوروبا الواضح من الأمر أن اليونان تعتبر الخروج من الأزمة الاقتصادية أولى من رئاسة الاتحاد الأوروبي ختام النشر إليكم تذكير بأبرز العنوين حزب الله يعلن عن اغتيال أحد قادته في العاصمة بيروت ويتهم إسرائيل بالوقوف وراء العملية اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من باماكو والجهة الأمنية ترجح أن تكون جنود من القبعة الحمراء هدنة بين المحتجين والحكومة التايلندية بمناسبة عيد ميلاد الملك شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء